بسم الله الرحمن الرحيم هنبدأ قلتة في المحاضرة النهاردة اللي هي الكوزموتولوجي هنتكلم عن السؤال بتاع 2019 ده اللي اجيه عن البوتوكس والفيلر ايه هو بتاعت البوتوكس ايه هو ازاي تعالج الكومبليكيشن برضو متكرر لسرخس اناتمو الفشي البلد بيزل ونيرس وفشي المصل طبعا بلد بيزل ونيرف ده عشان الايه الفيلر لانك لو ضربت بالابرة بلد بيزل وقفلت ده من اهم كومبليكيشن للفيلر النيرفات بقى اي حقنة تبقى فيلر او بوتوكس او حتى استراد ودخل الحاجات دي في نيرف بيعمل له طبعا دامج ده ما تدخلش وصف البروتت بفيلر لان البروتت ده هو فيه فشي النار تمام وتعرف الفشي المصل ووظيفة كل واحدة فيها عشان ما تحينيش عضلة غلط تكون ايه تدديكي ايه 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 ادبرت إستاذ افكس بووتوكس والفيلر انجشن هنشوها حالا ده برضو سؤال السيفس الناتون فشي البلد بيزل ونيرف وفشي المصل وهل البوتوكس إيجاكشن لكل إنديكيتد سائل تمام برضو في 2016 جاه البوتيلومتوكسن إيجاكتو الـ A والـ B وشكده وإيجاكشن أندرمتولوجي كوميكشن بوتيلومتوكسن كوزماتيك أنالكوزماتيك كوميكشن بوتيلومتوكسن يوز إندرمتولوجي جاي منين وإيجاكشن بوتيلومتوكسن وإنديكيشن 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 دي نوع تاني من كوزماتيك بقى كرايو والكيميكي والدرمالفيلر وبرضو هنشوفه حالا الكرايو برضو صاربت كارات كتير والسكريرو صاربا من ضمن الحاجات السهلة اللي ممكن نعملها إحنا كجلدية عشان نعالج نتكلم بقى عن بسرعة كده نعرف بسرعة كده نعرف بتاع كل حاجة إيه يعني مثلا في الوش من قدام بيبقى فيه فوق العين بيبقى فيه سوبرطروكليار ميديالي وسوبرأوربتال في النوص عند الميد ببيلاري لاين طيب فيه تحت العين عند الميد ببيلاري لاين بيبقى فيه الإمفرأوربتال أرتي جانب النوز بيبقى فيه حاجة اسمها الإمفرأوربتال يعني هو ده الإمفرأوربتال أرتي وعند نوز اسمها سوبرفيشيال بورت فاشيال أرتي إزاي ده جيل فاشيال أرتي ده وأصلا ده إيه الإكسانة خروطة أرتي طالع منه الفاشيال أرتي وماشي تورشيس كورس كده عند الـ الـ خلاص وبعدين راح ماشي ديف وراح واصل على تلع تاني سوبرفيشيال عند الإيه سوبرفيشيال بورت فاشيال أرتي عشان كده لما تيجي تحقيني في الفيري فورم فصة هنا ما تحقينيش سوبرفيشيال أبداً أقول ليها تدخلي في السوبرفيشيال بورت فاشيال أرتي وتقليه تحقيني فيلر بقد تدخلي ديب للعضم وتروحي حقنا تمام؟ تمام برضو اللي هي الإمفرأوربتال أرتي ببقى سوبرفيشيال جداً فلما تيجي تحقيني فيلر تحت العين يتحقينيها بكانلة يتحقينيها ديب لازم تبقيل أزقق المون أي مكان في سوبرفيشيال أرتي تحقيني سوبرفيشيال ثلاثة لازم تحقيني ديب عشان تبقيل انك تيجي جنب الأرتيس تمام؟ برضو عند حيثة تحقيني سوبرفيشيال ثلاثة زي جوماتك ايبون كيلاهي ان احنا بنحقين على العظمة بالظبط ما بنحقينش أبداً سوبرفيشيال لأنه فيه سوبرفيشيال أرتيس طلع من سوبرفيشيال تيمبرال أرتيس اللي طالع من إكسرين الكاروتس وماشي كده حاجات سوبرفيشيال لو حق انت سوبرفيشيال هيتقفل البلد بذل اللي ماشي سوبرفيشيال دي لا ينفع في ان تحئيني بالسبرفشل تمبر الأنزل أو تشهر ستوقع فيه سببيروليبيا الأرتري وانتيروليبيا الأرتري دائماً لما نحق 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 في برمليان بوردر وندخل كده. انما ما بنحقنش من تحت الفوق بنحق من فوق لتحت تقفويد اي ايه برانشات من البلدس. ولازم لما تيجي تحقن الفيلر اه تسحب الاول سترينج عشان تشوف كده دم دخل ولا دم. ما تنساش الانجلر ارتري ده مهم. ما تنساش صورة ليبيا والانفيروليبيا اللي فيها جسمها صاب مينتل. صاب مينتل ارتري. ده بيبقى تحت اه الايه اللي هو جو كده اه من ناحيتين. وده اه نوع يعني برانشات جاية من الفش الارتري بيبقى وقف عند الساكند اه بريمولارتوت. خلي بالك الفش الارتري في الحتة دي اللي هي عند المندب دي بيبقى ماشي دي بطورشوس كورسة ملتلة. تمام. نيجي اه هنا تعرفي ده الاكسنا كاروتد. اه خلاص ده ده كده البلد ده. لازم تعرفي ان دي المصر دي اسمها الاربوكيلايروس اوكيلاي مصر. بكيلايس اوكيلاي لما تيجي تحقيني بتحقيني السيبرفيشيال فايبر اه سيبرفيشيالي. اه في الفايبر اللي هي اللاترال فايبر اللي على جانباء العين هنا. خلاص? اه دي اللاترال فايبر بتاعت بكيلايس اوكيلاي. دي عشان الكروفيت يعني رجل الغراب بتلاقي فيه خطوط كده طلع من العين بتدي شكل كبير في السن. فيحبه شوいて استطاعت لباكيلايس indigenous. عشان يعالجه الخروفي. برد اه برضو اه لما يكون في اه عندك السموكورز لاين. السموكورز لاين عندك هنا العضلة اللي بتاعت الباكوب يا سعراح كبير شوناي ياتحقني دايما الكهيلايس انما هنا ده سوبرفيشا للمسل. كده تعيني بحيس حسن ديفيشن خفيف وتعالج لك الكروفيل دي. انما هنا بتحقيني ديب تو دا مسل ثلاث نقط عشان تعالجي السموكرز لعنى. ما تحقينيش يعني قريب او من البرميليون بوردر عشان ايه يعني تعرفي تنسيكي الاكل وانت بتاكل. او هي يعني العيانة يعني. تمام? اه كيف ساعات بيبقى فيه حاجة اسمها مارينات لاين. بيبقى فيه عضلتين كده متحكمين فيهم. انا هوريها لك دلوقتي احسن. بس اسهمي ان ده اسمه ايه? السوبروليبيا الارت وانتلو الريبيا الارت. شوفي اللي انا تمز بتاعته بتوقف الشفة نفسها. فانفعش تحقيني الشفة في نفسها. تحقيني الشفة من عند يعني تحقينيه من عند البرميليون بوردر. وبرضو بتخافي من دخلة السوبراليبيا الارت دي دخلته عند الشفة كده. فلازم انت بتحقيني بتشدي عشان تتجنبي ان يدخل فيه دم. لو دخل فيه دم انت بوه الارت. يبقى تطلعي وتغيري السن وتدخلي تاني وتسحبي. لغاية ما بيطلع لكيش اي بلد تبدأي تحقيني. طب امال النيربس سيرتس اناتوميي. اعرف ان البروطة جلان دي كلها البرانشات بتاعت الفاشيال نيرب. الفاشيال نيرب بتطلع لك خمسة برانشات بالمنظر ده. اتنين في البر فيس اللي هو التيمبرال برانش وزيجماتيك برانش. وثلاثة تحت في الوور فيس. ثلاثة اللي هي اول واحد اسمها البقى البرانش. وده اسمها المنجيبلال برانش باضافة الى السيربايكال برانش. فما تحقيني ليش فالر ولا بوتوكس في حتة دي قبل. عايزة تحقيني ما سيتا رحقينيها هنا دي. ماشي? انما ما تحقينيش الماكسنيتور كمان باكسوتي دي بتاع المدغ. لو حقانت الباكسيناتور هتبوازي المدغ بتاع العيانة. لو حقانت الباروطة هتبوازي الفاشيال نيرب كله وتعملي فاشيال بوتوكس. انما مسلا في العيانة عندها الوشها مربع. بسبب ايه? ان الماستر دي هيبارتكت شوية. فالماستر دي ممكن تحقين بكمية اللي بقسة بيها من البوتوكس وحيس تعملها وتهبط. فيقوم في الوش ياخد شكل الاوبل اللي العيانة بتبقى نفسها تشوف نفسها عالية. الماستر دي ده ربيكولاريس اا اوكي لاي. اا دي الابر فايبر ودي اللاترال فايبر ودي اللور فايبر. عادة ما بنحقينش ابدا اللور فايبر ريحصل هيحصل هنا لو حقانت اللور فايبر. فده ما نيجي نحن الكرو فيت اللي هنا دي نحن لتلات نقط كده وفوق خالص بعيد عن اللور فايبر عشان ما تعملش الاجيش دي بريشن تلوش. تمام? اا 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 فيه النص دي اسمها الجلابل اا اا تحكم فيها اا 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 Labour مهمين اللي هي الروسيروس دي اللي تعمل لك الخط اللي بالعرض ده لما تيجي تقشره تعمل لك خط بالعرض كده على النودة. عنما الروسيروس دي اللي تعمل لك المية واحدة عاشرة. انت عايزة تحقيني بتحقيني البروسيرس. بتحقيني البروسيرس نقطة فوق ونقطة تحت كده. بحس انك تاخدها كلها. وما يحصلش الخط الايه? ده اللي بيحفل. بتحقينيها تلت نقطة. واحدة في بتاعها. واحدة في التيل وممكن كمان في التيل الاخراني. يعني يعني بداية التيل واخر التيل. ممكن بس دي في الميل زي اكتر. انما الف الميل عادة بداية ما تبقاش كبيرة. فبتحقيني نقطة على بداية الحاجب ونقطة يعني ايه? فوق خالص بعيدة عن الحاجب يعني عند التيل بتاع الكوريجير. هنا دي اسمها البرانتاليسمس. دي مسكة في البريوسيرس بتاع الاسكالب وبعدين نزلك كده بحس ايه ترفع لك الحواجب بتاعتك. وتعملك الخطوط اللي ايه اللي بالعرض دي. فسعادة الخطوط اللي بالعرض دي بتبقى ديب قوي. وبقى شكلها وحش. ممكن تعملك ترملن. اا رينكل ما كان. فعشان تتجنبي كده بتريح العضلة. تعمل تريحة ايه? ثم تحقيني بطريقة معينة كده الايه? البرانتاليسمسل. فعروف ان هي اا اا انواع يعني ممكن تكون عريضة فدي تبقي محتاجة صفين من الانجيكشن. وممكن تلاقيها وفيعة فدي محتاجة خط واحد بس من البطل ما تحنيش كتير. آآ خلي بالك دي اسمها ايه? دي للرجلات آآ آآ في لاي مصل خلاص عرفناها. دي النزالس. النزالس اللي بتعملك ايه? خطوط ايه بالورب كده عند النوز. آآ طبعا مع العمر. بتبان قوي وبتبقى دي فبيبقى بنحتاج ايه نحن نحقنها تو يونت هنا وتو يونت هنا بحيث نقلل الرينكلز اللي في المنطقة دي. في عاجة اسمها البيتر لبياي سوبريوريز. الناس اللي عندهم آآ آآ جامي سمايل يعني ايه لم يجي يضحقوا اللي لسه كلها بتبان. طب محتاجين هم يحقنوا هنا تو يونت ولناحة تانية برضه زيها. عشان البيتر لبياي سوبريوريز تهدى. وما تشدش الشفة دي ده على مزون تقوم تبان الجام. آآ في عندنا اللي بيتر انجيولاي اوريز. دي اللي ايه آآ الانجيولاي اللي هي بتشد اللي ايه اللي شفة من الجامب دي عشان انت خليك تتحكي. دي ما بنحقنهاش ابدا. انما اللي بنحقنها فعلا هي اللي بيتر لبياي سوبريوريز. الحاجات اللي لونها احمر دي اللي احنا بحقنها. انما الازرق افويد انك نحنينيه وإلا العين بشترة تتحكي. اه دي اسمها المسيتر دي لما بتعادت وهيبرت من كتر المدغي اللي بقاني والحاجات دي بتلاقيها ايه ما خليها وش العينة مربعة. فهي عايزة تهبطها شوي. فتهبطها دايقة اللي يوشها قوبة زي الممثلين كده. فتيجي تحنيلها آآ كمية حلوة من البوتوكس هنا وهنا فتهدى المسيتر وتقال. انما ما تروحيش حقنالي في الباكسينيتر. الباكسينيتر دي بتاعت المدغي لو حقنالي في الباكسينيتر ولا انا مش هتطرف تمضغ الاكل ابدا وهتدي عليها. هنا ده في الابر فايبر ولوصر دي من نحن في الابر فايبر عشان بيبقاتوا حطوط كده آآ بربنديكولار للبوردر بتاعت الليب فهنا بنحتاج ان احنا نحن نحن الابر فايبر ولوصر طيب في حاجة اسمها مارينت لاين مارينت لاين يعني خط كده وخط جهزة لعروسها المارينت دي بتبقى سببها ايه? سببها يعني الانجل نازل لتحت. يعني شو في? الذكرINGS جميلة داaaa احنا اعزاننا قويها عشان دايما الايه الانجل تبقى قوية وترفعglich الانجل فذا ماوث. وتعاد في الناس الكبار اللي بتبقى اكتر واقضى الướم هي بتابعلك ايه؟ الانجلي افذ Organization ايه بطريقة مش حلوة بطريقة ايه تخليك انها ساد اثيرا خليناها مكشرة على طول وتعمل لها كمان المارينات لان فاحنا بنحق ان اللي بيتر ايه بحيس ان احنا نرفع الانجل ايه بخليها دايما بتضحك على طول استعد ان انت تحقيني العضلة اللي جنبها ص 1997 Athena Verde ما هي اسمه دي بريسور انجل ايه اوره ما دي في واحد اسمه دي بريسور ليبياي ايه ايه كمو عطيمتها الشفة دي تنزل واتوققة دلدا الاكل من الشروب اشتغرف تنسك الاكل ولبقها وهتدي عليك يوجد ان انت تحقني دي بريسور ليبياي انتيراي انتيريور راتها فيه ناس بتغلط وبدل ما تحقن دي بريسور انجل ايه للاسف تروح بيبياي فدي طبعا بتخلي ايه طبعا في الناحية واحدة. فدي اتحقنت ودي ما تحقنتش فتلاقي ايه يحصل ان البسامة تبقى معووجة. بسبب ان اتحقنت العضلة الغلط دي في الناحية واحدة من الوش. فطبعا دي كارثة لان هي ايه ازاي هتفلحها? لو هي كمية قليلة ومعاوجة لضحكة احقيني انها هتتاني بكمية برضو قليلة بحيث تظلوك الضحكة وخلاص انها مش لدرجة انك تنزل الشفة للاخر تروح مققع لأكل مبقى. فالمفروض توافويدت انت مفروض بتقولي للستة ليه بشفته? القلبة دي بتبين لك العضلة اللي اسمها دي بروسو الأنجيلاي قول. فتقداري تحقني جوه. تمام. في عضلة كمان اسمها المنتالة مفروض. دي اللي بتعمل ديمبلت تلاقي ايه نقط نقط كده لما تيجي تتكشري او تيجي تتنرفزي يلاقي دي بقى ديمبلت كده وزوج العيانة ودي عايب عليها فهي مش عجبها المنظر ده. بيقلك ايه بيعايب عليها فااااا اعمليلي ايه 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 عشان تقليلي ديمبلزة. فالدمبلزة بيروح خالص اول ما تتحقن في النص في المنتالس مرة. البلاتيزمة. البلاتيزمة بس عجبها فيه ايه لونجوتيدينا لاينز كده في الناس الكبار في ستن. او بيه فيه تهدل في العضلة نفسها. فانت بتروح ايه 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 مش في العضلة في الجلد نفسه. بسوي ان البلاتيزمة دي بشدة قوي فعملة زي جيه بكده. شدة الرقبة عاملة زي جيه بكده. خلاص. فانت مفروض بتحقيني عند الايه المانديبلة العين. بس افويد انت تحقيني في الميد لاين لان انت ممكن تيجي على النيرف اللي هو اسمه اللي هو مسؤول عن الصوت. فلو جات في الميد لاين هتعرفي ان انت ايه 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 طبعا اثرت على وده يعمل يعود له اربع شهور اللي هي فترة البوتوكس. ما تنسيش وانت بتحقيني الفرانتالي في مصل او ايه تحقيني قرب العين او ايه? لان احنا مفروض بنتجلب نتجلب الميد بيولاري لان. ليه? هو الميد بيولاري لان ده في ايه? في حاجة اسمها اجيبها لكل وقت. اه. يعني ايه الصورة مش مبينة تحت كده في عدرة تغيارة اسمها البيتر بالبيبري سوفيريوريس. دي بتمنع الدروب اي ليد. يعني دايما نرفع الاي ليد كده وعملاله شموخ كده وفتح العين وحل. فلما انت تحقيني ايه الفرانتاليس قرب العين قوي في الميد بيولاري لان ممكن يحصل دفيوشون تنزل على اللي بيتر بالبيبري سوفيريوريس دي وتشلها. الشلل ده يعمل دروب اي دروب اي ليد. دروب اي ليد. دروب اي ليد. يلاقي عين مقفولة وعين مفتحة ورهالك في الصور دي بقى. فدايما لما بنيجي نحن 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 نحننها قرب الهير لاين. ما نجيش ايه? يعني نخلي اتنين صانتي كده فوق الاي براو. وبعدين نحن نفوق كده نقول لها ادفعي حواكبك تدفعهم نتعمل الخطوط نعمل ايه فسط الخطوط دي? ثلاث نقط او اربع نقط على حسب قوة العرض. تمام. اه اه ادي دي اسمها النزال اسمسل. ادي دي اسمها البروسير اسمسل اللي هي بتبقى معينة كده بتحيني نقطة فوق نقطة تحت. دي اسمها اه اه ادي براوسيرس اه تبطاي نزال. دي لما مع العمر تلاقي ايه التب اف 군 emphas ما تنزل تحت كده. فانتي عايزة تو وزاوج نزلة التب اف نجا نزاي تبيط نضاع. تمام. في حاجة اسمها ااااا ااااااااااا اهي يهى اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد entendeu اه الايلة لنزالة مصل. اه الايلة لنزالة مصل. دي. دي مسؤولة عن بتاع الايلة بتاعت النوز. فانتي عايزة النوز ايه تنضم كده وتبقى عاملة زي اسمين صبري. مناخرة صغيرة كده ومفيهاش مش مستوحة اوي فتحة. فبتعيني اتنين يونت هنا بحيث تتصغري فتحة الامف. وتسويت ايه? وتكمشي الامف شوية بان ان انت حقانتي الايلة نزالة مصل. ماشي? يبقى ايلة نزالة مصل بتتحان? النزالة بتتحان. البروسيروس هنا بتتحان. يوجد ال ديبريسور تبتعي النزاة برضو بتتحان عشان تناول del depression بتاع التابhes of bul cobra. ان نزالة ال정이 ولاه الايلة نزالة مصل باضافة الى البروسيروس. اه في حاجة اسمها الاندفيتور البياي سوبرورس. يعني.ув guards دي يقولتلك الاختحان بدايتها من لي هنا. جنب الايه? النوز هنا. فدي اللي بترفع الشفة زيادة فتعمل ايه? اه جمس ميل. فاحنا بنحقنها كده جنب النوز هنا بحيس ان ايه المصل دي ما تقى ما ترفعش الشفة زيادة عن الزوم. نسميها اللي بيته اللي بيويس. طيب ايه الحاجات اللي انت محتاج تحقنها في البوتوكس? الفرانتاليس لاين. خلال? اه فدي اه 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 بتحقن اه على بحسب حجم الاورة بتاعت العيال. هل هي عريضة? المصل دي ولا رفيعة صغيرة بترتيح ان خط واحد دس فوق. اه الكوريجيتور دي المسؤولة عن التلانسبيرس لاين اللي هنا. انما اه سوري اه ال 111. البروسيرس هي المسؤولة عن الخط اللي في العرض ده. دي النزالس اهي. النزالس مسؤولة عن الابليك لاين اللي هنا. هنا دي اسمها دي بريسور انجيلاي اوريس. دي اه اللي بتعمل مارينت لاين. بتعمل الساد أبيرة. فدي اللي بتحقنها. تلاقي اللي بيبقك. اللي بيشفتك. وتعرف الانسرشن بتاعه وتحقن عنده وخلاص. انا ما تحقنش ميديا لي لي. اه انت ميديا لي. وبنتها هتحقن ال دي بريسور اللي بياي انفريوريس. وديه غلط جدا بتروح موقع على الشفة التحتانية تماما. اه هنا في حاجة اسمها اه دي اللي بتحقنها اه عشان ثلاثة نقط كده عشان الايه السموكرز لاين. هنا المنتالس مصل عشان الدمبلز. دمبلشن. طب هنا اللي بيتور اللي بياي سوبريوريس دي اللي بتعمل لك الجامل سمال فبتحقنها عشان تريلاكسد. عشان ايه تخلي الشفة مغطية سنانها اكتر. تمام. الميكانيزم في اكشن بتاع البوتوبس. ايه الميكانيزم بتاعه اذا كيمو دينيرفيشن. ليه? لان بيعمل اه اه بيعمل بلوكينج للأسطايا الكولين ريليس. طبعا ما بتوصلش الاتري في المسكولة المصل. يعني هو بيعمل دينيرفيشن وخلاص اه بفترة صغيرة لانهو جدا على فكرة. يعني مش انتم توقعوا يعني خمسين يونت ومية يونت ده حاجة بسيطة جدا يعني. فبتعمل ايه? ايه ايه بلوكينج للأسطايا الكولين ريليس من الموتور نيرون عند نيرو ماسكولا جنج. ايه كمان هو وظفته غير ان هو بلوكينج للأسطايا الكولين ريليس. ازاي بيعملها? انهو بيعمل ديستركشن اللي سنير ببتين. لهو بيشايل. الايه الاستايا الكولين جواه ويعمل فيوجن عند نيرو ماسكولا جنجشن مع الايه المصل بحيس يحرق. طبعا ايه التاس والبتيلانيوم توكسن زي ما سألوك في السؤال. ثم سبع انواع. سبع انواع. ايه وبي وصي ودي واف. دي و اي واف خلاص. التاس فيوز الحقيقة هو ايه وبي بس. ماشي? ايه وبي بس. الايه اللي هو الايه اللي هو البوتوكس. اول واحد بتخدمناه. فيه حاجة اسمها الابو بتيلانيوم توكسن. ايه دي اسمها ايه? دي سبورت. دي سبورت اللي بتعمل ديفيوشن جامد جدا. وتلاقيها ايه صحيح ايه اقوى جدا من الايه من الايه اللي هو بتيلانيوم توكسن. بس ايه بنخاف قوي منها انتعمل ديفيوشن. ممكن تأثر على العضلات اللي ايه اللي جنب المكان اللي احنا نيرو ناكس ده جديد خالص اللي هو الريف هيناكس والكلام ده. ايه ده برضو يعانز الاونا بتيلانيوم توكسن. فاسوبرالس تودي ستجدت تزات ان الابو ايه? ايه ابو ومش الاونا الاو لابو لودد سبورت. ايه ايه شدوشن جريتر ديفوشن وماجرات. موجو للانيوم توكسن. تمام مايو بلوك نيورو بلوك ده لسه انا مشفتوش من مصر بترعه طب الانديكيشن في الدرماتولوجي الديناميك رينكل يعني انتي الاكسبريشن فاش الاكسبريشن عميكة جدا عندك فهو ممكن تأثر على وشك وتبقى بيرمنت رينكل فاحنا بنعملها من بادري عشان نمنع البرمنت رينكل انها تتحفر والوش الميزو بوتوكس ده عشان لو فيه هير اللي هي الفتاحة قوي الفورز بتاعة الوش يعني فتاحة قوي كنحينها ميزو بوتوكس تقفل لو فيه مايكرو رينكلز حاجات صغارة كده وانت مش عارف تعملها بالبوتوكس العادي تحينها جوة جلد ميزو بوتوكس تخففه جدا وتروح حقنه جوة الجلد فدي فاشيال مانيو ترينكلز وفي الساعات برضو الهايبر هيدروز بتاعة الوش او بتاعة النور نفسه وفيها فيه بعض اللي هي مرض كده تبعت بيعمل هايبر هيدروزيس فين فيه النوز فعشان تمنع العرق الشديد ده اللي بيقى في النوز ويحرج البني ادم عمل له ميزو بوتوكس برضو من الحاجات اللي هي ممكن بتعالج بالميزو بوتوكس ليه؟ إقران هيدروزيس ستومة تصرف في الصيف بس انها في الشتة بتختفي تماماً فهي عايز بس حاجة تتحقيله ويتعود معاست الشهور وطول الصيف وخلاص وهو هيتطرح أصلاً كده كده منها في الشتة كمان اللي هي اللي هي اللي بيبقى محتاج ميزو بوتوكس بيس هيدروزيس إجزمة اللي هي العرق الشديد وبرضو يعني لو هي إيدري اكشن لأ بنعالج السبب بتاع الإيدري اكشن لو عنده تينيا بيتس عنده أي مصدر للتينية بنعالجه عندما لو هي بسبب الهايبر هيدروزيس بتاع الهان فبنحقينها بالنوز بوتوكس عشان نوقع في العرق اللي بيحصل في الهان الكوزموتيك انديجيشن بوتوكس الفورهيد عادة بنحقين 2 يونيت في كل نقطة على حسب العرض بتاع الفرانتاليس ما الايبراو ليفت يعني اي براو ليفت والتلك انتي لما بتيجي تحقيني الفرانتاليس نرجع تاني للفرانتاليس الفرانتاليس دي او المصد آي العضلة دي العضلة دي بتعملك الترانسورس رينكل وكمان الجزء اللترال بتاعها مسؤولا هو يرفع لك الحاجة فالمفروض الميل الميل الرجالة بنحقينهم ازاي بنحقين كل الفرانتاليس دي بنحقين كل الفرانتاليس دي بالعرض كده خلاص؟ لان مش مستحبة ابدا ان حاجب الراجل يبقى مرفوع تمام؟ تمام؟ طيب اه اه المفروض انها انهلهاش اه كلها بصراحة لان معظم البنات تبقى عايزة البحاجة بقى مرفوع فبنح ان الحتة بسطنية بس وتسيب الطرف فايزة تفضل مرفوع طب فريدي واحدة قدتلك لا 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 مش عايز حاجبي اه مرفوع ولا حاجة. تروح بسالة اتنية حقنالها خلاص بتقفيل على الموضوع. تلاقي ايه? جاي لك بعد اسبوع. تقول لك لا لا مش حاجة ابني ازرف على الحاجة. تعمل لها ايه دي? تروح هقنالها نقطة كده في اه بتبقى بتبقى شدة الحاجة. انت تحقيني نقطة هنا في الطرف ونقطة هنا في الطرف. بحيس ترخي العضلة دي تقوم للحاجة بروح مرفوها معاك. يبقى هو الحاجة بترفع بايه? اولا بشدة وانت لغيتها بانك من اللاترال فايبرز. وكمان بينخفض بينزل لتحت بشدة انت خلاص ايه لغي بقى الشدة بتات ايه لغيت الشدة اللي كانت شدها لك فانت ايه لغي الشدة برضو اللي بتشد الحاجة اللي تحت احقيني نقطة هنا تو يونت وهنا تو يونت بحيس ترخي تعملي على حسب فقا لو هي اه اه بنت يعني شابة صغيرة ممكن تحقيني اكتر من اتنين يونت. انه لو ستة كبيرة هي كفاية اتنين يونت بكده عملتي ايه اربعة واربعة وبعدين اللي ايه اربعة يونت برضو والبروسيرت بتحقيني برضو في النص اتنين او اربعة يونت. بحيس ان انت بتتجنبي ان هي تيجي تكشر تعمل المية احداشر دي اللي جزء بيشتكي منها فيها. او انها يتعمل بانك حقانتي خلاص اتنين فوق اتنين تحت في بروسيرت. فكده انت ضمنتي ان ما يحصلش. اه هنا الكروفيد بتحقيني اتنين يونت تلات اه يونت تلات مقاط كده. بس سور فيش فيا. تحت الجل. بتلاقي بليب كده بليب كده بليب كده بكده انت خلصتي الكروفيد او الالترال فيبر بتاع البلوكولارس ايه. النزال هي وان يونت بس. عشان تمنعي الالترال فيكولارس. اه فالنزالس اللي احنا قلنا عليها الاول العضلة دي اللي هي الانزالس ناصل الانزالس مش نزالس الانزالس الانزالس نحن بيحنيها بتاستخدر الانزالس فالانزالس هي الانزالس انما النزالة في الايرا النزالة عايزة بوتوكس اكتر عايزة خمسة يونت تمام؟ بالنسبة للسبتاي نزاي دي اللي بتوقع تحت بتحينيها اثنين يونت عشان تمنعي ان تتبع الزنوز ينزل لتحت يترفع شموخا كده لفوق زي ما كان شابة ضغيرة بتحطي تقريبا اثنين يونت او ممكن تزودي في ريتوتش لو احتاجت تاني ممكن توصليها لستة يونت تمام؟ اسمايل ليفت يعني هي اساسا عندها ابتسامة الحزينة اللي هي انجل بدا ماوس نزل تحت بسبب الكبر وبسبب ان عضلة اللي هي قوية جدا فاحنا بنحعن دي نقطة هنا ونقطة هنا حوالي تلاتة يونت هنا وتلاتة يونت هنا ولا هي قوية قوي ممكن توصلي ستة يونت نحعنها فيها فنقول لها ليه بيشفتك؟ اول ما تقول لي بشفتها بنعرف بتاع العضلة نحعن فيها. انما لو عملتها من غير جايد ممكن تحعن هنا اه لو هي ايه تو يونت في كل واحدة ممكن تيه طريقة تانية للحق انك تحعنها على شكل دابليو او ممكن تحعنها على شكل لاين واحد لو هي رفياع قوي هنا دي بتحعن قلتلك تلات نقط كده اتنين 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 بس الاخير ده اه عادة بقى في الرجالة لان السكتات عادة اللي بتاعتها بتبقى صغيرة وقصيرة ملهاش ديه القوية. هنا دي البروسير تحعن هنا ده غالبة. انما لو هي قوية اوي شايف انها اا اقوى مما يجب هو عاملة هنا في المكان ممكن تروح حق النقطة كمان هنا اتنين يونت. دي طريقة حقن الفرونتالس في طريقة تانية تحعنها على شكل دابليو شيف. فاتنين هنا وتلاتة فوق. انما التانية الطريقة التانية لما تبقى متوسطة الجبهة تبقى واحدة هنا واتنين فى النقط واحدة تحت. انما لما تبقى الجبهة عريضة بتبقى ثلاثة هنا.